لا يزال العراق واحداً من البلدان المصنفة من بين أكثر دول فساداً في العالم للسنة الخامسة على التوالي بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية رغم المشاريع الحكومية التي وضعت لمكافحته لكن دون جدوى حكومة عادل عبد المهدي سقطت في امتحان القضاء ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين بعد عام من إعلانها إعادة تفعيل مجلس مكافحة الفساد الذي تعرض لسخرية وانتقادات شديدة لعدم جديته النائب عن تحالف الإصلاع عباس علوي أكد أن أوامر القبض التي أعلنها عادل عبد المهدي بحق 11 وزيراً أو من هو بدرجته لا وجود لها وتأتي في سياق الترويج الإعلامي لا أكثر وهو ما أيده مجلس النواب الذي قال إنه لم يستلم أي أوامر قبض بحق النواب الفاسدين كيف لا وهناك اتفاقات تبرم بين الكتل السياسية كما يكشف عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي ستار الجابري تهدف إلى تعطيل ملفات استجواب بعض الوزراء بل وحتى إغلاقها أمام هذه الوقائع يبقى ملف مكافحة الفساد شعاراً لا أكثر حيث يعد مجلس مكافحة الفساد الجهاز الرقابي التنفيذي الرابع المعنية بهذه المهمة بعد هيئة النزاهة وديوان المراقبة المالية ومكاتب المفتشين العموميين بالوزارات يضاف إلى ذلك الرقابة التي يمارسها البرلمان وقد تخلت كل هذه الأجهزة عن مهمتها الرئيسية وتحولت لحاجز صد لا أكثر للدفاع عن الفاسدين من الأحزاب السياسية الذين أهدروا أكثر من ألف مليار دولار هربت خارج البلاد وتركوا أكثر من ثلاثين بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر تنهشهم الأمراض والبطالة والميليشيات